مفيش مشكلة هلا هنستنى شوية ولا هن ممكن ننصل يا ونبدأ عارض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما اسموه صبحاك سماني؟ ه hacked اشتركوا في القناة انتظر لك اشتركوا في القناة 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 طيب هنشوف كده فيديو سنة ونفتحه سنة ونفتحه انا هستضيفكم نهاردة في الشقة بتاعتي هتشوفوا كتير قوي الحاجات اللي موجودة دي دام ماضل لو ابتدينا نمشي في الماضل ده كده انا لما دخلت جوه الماضل دوت انا بقيت جوه الماضل بقيت في حالة الفيرشوال رياليتي ده طبعا بام ماضل معمول ببرنامج معين علشان اقدر اشوف الانفورميشن بتاعة الماشينيريز دي لو قدمنا كده شوية كمان انا بقدر اشوف الكمبوننز طبعا على حسب اللي موجودة بقدر اشوف الماضل كلما طبعا زادت كلما الماضل زاد فيه معلومات اكدر ودي عموما كمان انفورميشن عن الحاجات اللي الماضل يقدر اللي هو قادر يعمل لها بروفايد سواء انفورميشن عن الماشينيريز المختلفة كمان هنا الماضل قادر يحسب بتاعة نفسها والنحية دي هناك ده فيه كمان الووتر فلو لو هو لي علاقة بالووتر او ميكانيكال انجينيريز تمام طيب ده اول حاجة انا دخلت جوه الماضل ده معناه ان انا جوه البرش والرياليتي طيب ام معناها ايه الحاجة التانية اللي احنتكلم عليها اللي هي هني أفتح الموضل الفيديو الثاني ده بيستعمل حاجة اسمها هولولانس شايفين زي ما انتوا شايفين كده إيدي أنا بقدر أتحكم في الموضل نفسه أو أديه مين وشمال أكبره وصغره أبص على الانفورميشن ولو تلاحظوا الأرضية بتاعة البيت عندي موجودة ده علشان هو بام موضل فأنا أقدر أعمل عليه حاجات هنا مثلا لما دوس هنا اللي بيحصل أنه هو بيحمله اكسبلود فأقدر أشوف الكمبوننز كمان الحاجات دي كلها بتتعمل لها بروغرامنج بطريقة ما بكمانز بطريقة معينة على على برامج معينة زي يونيتي مثلا كمان علشان ده يعتبر بام موضل فأقدر أشوف زي ما انتوا شايفين كده فالانفورميشن بتاعتنا موجودة هنا تمام الانفورميشن بايب سيبتديت امتى وخلصت امتى اذا كونستركشن مثلا كل دي انفورميشن أقدر أوصلها عن طريق ان الابشن ده ان انا عندي زي ما انت شايفين كده الارضاية بتاعة البيت ودي السجادة وكمان الموضل فده اسمه Agumented Reality او الواقع المعزز ان انا عندي حاجة واقعية وكمان عززتها بالموضل بتاعي سواء بان دخلت فيه او عملت whatever application على الموضل ده طيب جميل ده Agumented Reality طب تالت حاجة اسمها Maxed Reality Maxed Reality او الواقع المختلط عبارة عن ان انا بقدر استعمل كذا حاجة اولا الموضل ثانيا الكمبيوتر او الديفايس اللي انا شغال بيها بتقدر تفهم مثلا ايدي فانا مش محتاج ديفايس انا محتاج بس اشاور بيدي بطريقة معينة علشان افتح المينيو او اقفل المينيو او حاجات من هذا القبيل خلينا نشوف ثالت فيديو اللي بيتكلم عن المكسد رياليتي طيب هي هو الفيديو التالت ده عبارة عن game لعبة الgame ده استعملنا في hololens microsoft hololens هنتكلم عنها بعدين ما اقريركم شكلها ال hololens ده عبارة عن كمبيوتر متحرك يعني فيها بروساسور فيها كل حاجة الدايرة دي عبارة عن الماوس الماوس دوت انا بحركه بدماغي يعني اروح يمين شمالي يروح متحرك بدماغي بقدر اعمل click بايدي فالhololens بتفهم gestures او الحاجات اللي الواحد بيعملها بايدي خلينا نكمل كده ده game عبارة عن مخلوقات فضائية هو ال hololens فهم كزا حاجة عندي في البيت عمل scan للحاجات دي كلها للحطان بتاعت البيت والارضية وهيبتدي يستعمل الارضية والحطان ده طبعا الفيديو لسه ببتدي load تمام هنا انا بعمل scanning للحطان بتاعت البيت علشان ال device يبتدي يفهمها تمام تمام ده انت شايفين كده هو ابتدي يستعمل الحيطة بتاعتي على اساس ان هي موجودة فده maxed reality لو جرينا شوية كده الفيديو هلاقي الدنيا طبعا شايفين الصباح ده هو اللي بيطلع على النار ويبتدي وطبعا دي اكيد دي الحيطة وكل ده عبارة عن layers عليها تمام تمام الحاجة الاولانية virtual reality لان انا ابقى جوه الموضل الحاجة التانية لأجومنتد reality ان انا ابقى شايف اللي حوالي بس حاطط كمان virtual model الحاجة التالتة ان من المكسد reality اللي انا شايف اللي حواليه وكمان فيه model وكمان بقدر اتحكم فيه بايدي بشكل او باخر ايدي بتفهم انها تقدر تمسك الموضل او كده مايلي المكسد reality دي موجودة اكتر في الهولولانس لو شفنا انواع اللي انا بقدر البسها علشان اعمل الحاجات دي بتختلف من شركة لشركة هنتكلم برضك عنها ان شاء الله طيب حابب اتكلم عن طيب الكلام ده كله زي ما انتم شفتوا كده باستعمال حاجة اسمها مايكروسوفت هولولانس طب هو احنا ماينفعش نستعمل موبايل بتاعنا بشكل او باخر ينفع وهنتكلم عن مميزاته وعيوب وايه بس انا عاوز اعريكو كده application كام application كده موجود على الموبايل فتقدروا تنزلوه اول حاجة هنعمل هنا تمام دولة برامج عا الموبايل AR viewer اظن AR viewer مش موجود في الشرق الاوسط ان جربتم ممكن يكون موجود في الشرق الاوسط او AR viewer ده هنتكلم عليه بالتفصيل لانه ليه علاقة اكتر بالدم اظن البرنامج التاني ده مقتالي ده مشهور وفتحنا هنا كده ومسلا اخذنا model انا شغال من موبايل تمام اه دلوقتي اه زي ما انتم شايفين ده البيت وتاعي محتاج بس يفهم الارضية تمام انا دلوقتي بتحرك اهو وفي الموديل ده اقدر اكبره اصغره طيب هو فيه كام مشكلة كده هنتكلم عن الكام مشكلة اللي سببها اه استعمال الموبايل تمام ده حورص فكروني بال بالرسالة اللي هو لا او مش عارف فين تحت البيت تمام ده الابليكيشن ده الاسمه واغيومنت تقدر تنزل الموديل بتاعك وتبتدي تشوفه هي community free community البرنامج اللي انا بحب قوي اسمه هومستايلر زي ما انتم شايفين اسمه ايزي هومستايلر ده كان autodesk الاول ودلوقتي بقى منفاصل عن autodesk اقدر اعمل فيه ايه اولا هومستايلر هو موجود على الانترنت كويب سايت وكموبايل ابليكيشن طيب على الانترنت تقدر ترسم حيطان وتعمل حاجات كتيرة مثلا لما تخش على اكاونت هنا عندي هتلاقي فيه موبايل وفيه ويب سايت لو دخلت على الويب سايت دي حاجات اريد انا اعمل لها وحاجات كده كنت بجرب بترسم الحيطان والشبابيك والحاجات دي كلها كل ده ايبردناميك فيجوليزيشن بيعمله الفكرة هنا انه هو اوفركلاود او على الانترنت فانت مش محتاج امكانيات كبيرة علشان تعمل الرندرينج او الحاجات دي كلها زي طبعا الموبايل خلينا نشوف ممكن نعمل ايه create new اوكا اوكا في كزا حاجة في انها ممكن اخد صورة اوكا والصورة دي ابتدي احط فيها يعني عملنا كده مثلا واخدنا الصورة تمام فبيبتدي يقولي قولي الحيطان فين خلينا ناخد صورة احسن create design take picture اوكا تمام اقولي نزل الارضية هنا واس كده ها تمام كده next هاسألني على ارتفاع السقف سنتيمتر ارتفاع اتنين متر تمام تمام دلوقتي الصورة بتاعتي جاهزة اقدر انسرت اعمل احط فيها مثلا whatever اوكا طيب هي صورة فانا ما اقدرش الف واشوف واجي واعمل والحاجات دي هي صورة انا بقدر بعد ما حفظت الصورة دي اضيف عليها الموضل بتاعي طبعا الموضل ده اقدر الفه طبعا الموضل ده اقدر الفه تمام طبعا الموضل الابتشن تاني ان انا اقدر يبقى عندي تصميم هما موفرين كذا تصميم بكذا شكل وكذا تصميم ده اعتبر انا محتاج فيه ايه واسا اوضا زيدي فاضية بالتالي اقدر احط ده هنا اقدر مثلا احط كرسي هنا هنا اقدر لما دست كده اقدر اتحكم في الاسكيل بتاع الكرسي نفسه كمان أنا أقدر هنا أتحكم في كذا حاجة تانية زي مثلاً أغير لون الحيطة هنالحيطة والأرضية وهكذا طبعاً الـOptions دي تقدروا تبصوا عليها أكتر الحاجة الجديدة بقى كمان هنا أن هما ضافوا Agumented Reality فأنا قريباً هنا هو دلوقتي يعمل Scan للأرض أمام؟ أعادر مسلاً على تقرصد وأدرج أعوم واتحرك واشوف الكرسي ده أعمل إزاي ده برنامج زريف كان بتاع Autodesk كمان أقدر أخذ هيا أعمل حاجة كده صورة واحتفظ بالصورة دي وعملها شهيرة طبعا الكاتالوجس دي كلها مليانة حاجات من شركات مختلفة نقدر بعد كده نستعمل من حاجات دي طيب في برنامج بردك شهير خلينا نخرج بره بتاع أكيا برنامج بتاع أكيا لو تاخدوا بالك فوق كده بيظهر زي بط كده بيحاول يساعدك لو عملت مثلا حاجة كده دي طبعا كلها منتجات أكيا بتاع نختار مثلا حاجة كبيرة شوية شان تبين فبيقول السعر واقول له مثلا try and place فبتدي يحط الحاجة دي هناك أنا كده بقى عندي كنابة زيادة وهكذا وفي الآخر أقدر أساف البلايس دوت أعرف كل الحاجات اللي أنا استعملتها وأبعث أوردر لها على أكيا طيب طيب يا باش مهندس الكلام اللي انت بتقوله ده جميل وكل حاجة بس إعلقته بقى باللي احنا بنعمله يعني دي حاجات إعلقته بالبام أوكي إحنا هنكلم على حاجتين مهمين بالنسبة بقى إحنا فهمنا كده يعني إيه AR وإزاي وإن نقدر نستعمل الموبايل بتاعنا في إيه وإيه الفرق الأمبرالة كبيرة الـ XR والـ VR والـ AR والـ MR طيب هو هو أقدر أعمل الحاجات دي كده بس مايلي هتبقى أصل لـ explode ده معمول على Unity الموضل ده محتوط له معينة لما الـ user يعمل الـ option ده يعمل الحركة دي أو animate الحكاية دي أو لما يدوس هنا افتح الباب أو أو لما يدوس هنا افل الباب وهكذا حاجات بتبقى محتاجة programming شوية في جزء منها بيبقى already made في Unity يا دوباك أنت بس بتاخد الأوامر دي وتحطها على الـ element نفسه وخلاص طيب ده Unity ومالقيه بـ BIM 360 أظن يعني ما شاء الله الأسبوع كان مليان كلام عن الـ BIM أنا بحاول أخلي الموضوع أخاف شوية وتطبيقه أكتر الـ BIM 360 هو Document Management Overcloud Software تابع لـ Autodesk بيعمل ايه الشيء الجميل ده هيا نفتحه نشوف ده مثال صغير خلينا نشوف كده عملنا كده بالآه H3 ده ده موادل الموادل ده موجود على 페 güerv بقدر الف فيه وامشي فيه وحط البني ادم هنا واتحكم في كذا حاجة واعمل cross sections فيه وكل اللي انت عاوزه وكمان اقيس من النقطة دي للنقطة دي قد كذا وهكذا واقدر اخد sections وامسك elements والelements دي اقول هي عبارة عن ايه ال properties بتاعتها وكمان اقدر اشوف وقرب في الحاجات طيب اعلقته بقى بال XR كل ده من اقدر اعمله على رابط الفرق ان ده مش شرط بقى انت عندك رافد علشان تستعمله انت بتبص على الموضل حتى كمان لو ما عندكش اكاونت على بمبس 360 بس الشركة اللي منفزه الموضوع ده عندها اكاونت على بمبس 360 تقدر تدخل وتعمل invite او يعني تدعو ناس تانية من برا الشركة سواء بقى مهندسين مدني لو لو انت مش تعمل مع ماري او whatever discipline ايه ويقدروا يعملوا collaboration كده ويشوفوا الموضل ركبة في بعض وانا اقدر اعمل ايه وقفلت هنا كده هلاقي ده الفايل بتاع رافد وفي مثلا issues انا حصل في مشكلة في الحاجة الفلانية في الحاجة الفلانية طيب يعني مثلا هنا المشكلة دي طبعا فيها مثلا هي open ولا closed ولا whatever وفي لها link كده لو دخلت عليها هتلاقي في علامة بتقولك المشكلة هنا في الحاجة دي فهو من فوقية نظري من انجح التولز بتاعة الcommunication اللي موجودة في سوق دي البقتي طيب اعلقتوا بقى بالAR والVR انت عندك الموضل وعندك الinformation بتاعة الموضل والinformation بتاعة الموضل دي تقدر تطلعها من الموضل وتشوف كذا أو تضيف عليها كذا أو whatever الinformation اللي انت عاوز تعملها طيب علشان كمان بام 360 هو بس بتاع Autodesk بس تقدر هم هم قدروا يعملوا يعملوا على بام 360 دي دي ثيرد بارتي يعني شركات تانية غير Autodesk هي اللي عاملها من ضمن الشركات دي ARVisio ARVisio هو برنامج بيقدر يحول لك بيقدر يحول لك الموضل بتاعك ان انت تشوفه على ال AR اكبر مشكلة بتقابل ال AR هي عدد ال polygons اللي موجودة في الموضل وكل ما ال Level of Details زادت كل ما عدد ال Polygons زادت على حسب انت في انهي مرحلة انت بتبص على Level of Details سواء طبعا مش تبص 100 بس تشوف مثلا 200 300 350 whatever كل المعلومات دي هو بياخدها في برنامج وسيط اسمه MR Studio Director بياخد المعلومات دي والموضل ويحولوا لموضل تقدر تشوفه على ال Application بتاعه ال Application ده ممكن يكون على Mobile ممكن يكون على HoloLens ممكن يكون على whatever بقى هما الشركة مغفرة برامج للحاجات دي طيب بتاعنا شو فيديو كده معمول وهنا حول الموضل الموضل بتاعي في واحد تالت هنا كده وفي اتنين الاتنين دول بقدروا يشوفوا الموضل الشخص التالت ده جوه هنا في الموضل السكيل بتاعه ده وهما قدروا ينزلوا للسكيل بتاعه بحيث ان هو يوريهم المشكلة فين كمان بيقدر يقرأ الespace بتاعك فين يقدر يقرأ الespace ويقدر يحط point cloud على الespace بتاعك وكمان يقدر يحط model جوه الموضل اللي انت حطه او الespace اللي انت موفر او الان خلينا نبص مثلا حاجة عملية او الان 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 طبعاً لشان أنا ما عنديش model بس أنا عاوز أوريكو cam option هنا مثلاً أقدر annotate لو افترضنا المodel هنا أقدر أضيف arrow أقدر أضيف تايرة وأقدر أكتب كلام على الموضل نفسه تمام هنا أقدر أسكان QR code فالموضل يجيلي على طول في بروسس كده بتتعامل علشان تقدر تحول الموضل من البام موضل لموضل اللي ينفع يتحط في الـAR يعني هو الـ options اللي فيه من هنا وامشي كده من هنا وامشي كده وامشي كده وامشي كده سيكون طيب الاولاني اللي احنا شفناه بتاع ال-explode ده الحاجات BIM 360 بقدر انزل عليه AR Visio وAR Visio بقدر اتحكم في حاجات كتيرة اضيف point cloud اعمل notes اكتب whatever زي بالظبط ما كنت بعمل في BIM 360 بس على level AR تمام فده software ايه الهاردوار بقى بهاردوار ميليا انا هكلم عن انواع مش هكلم عن حاجات بالظبط بس دي شوي صور ليه الهاردوار اللي ممكن استعملها في مجال ال-AR او ال-MR اول حاجة هما متقسمين بال-types مش باسم الشركة هقولكوا على اسام الشركات واسعارهم تقريبا اول حاجة heads up display which means يعني ان نقدر اربسها بالكامل على دماغي ودي زي microsoft hololence او كمان magic leap holographic displays يعني بتقدر تحط layers كذا layer قدام عيني اقدر اشوفها ماذا بالخادر هو theor screen wave ولا هو اساسها مافيش? اه انا اسف كده كده تمام طيب نبتدي من الأول إحنا كلمنا عن الـ Software نتكلم عن الـ Hardware الـ Hardware لو نتكلم عن الـ MR والـ AR أنا مقسمهم على الأساس الـ Types مش المركات دولة مين لي أهم أربعة بالنسبة لي Microsoft HoloLens و Magic Leapone ودي المشهورة قوي بتاعة Google Glass دلوقتي هي مش متاحة للأفراد هي متاحة للشركات ودي بصراحة أنا بحبها أكتر حاجة إن هي رخيصة ومريحة بتاعة Epson فيه موضلز كتيرة طبعاً من الشركات دي بس خلينا نتكلم عالمين للتقسيمة عاملة إزاي أولاً Heads Up اللي هي دي أنا بحط إبنائي كلها هنا ميزة الـ HoloLens إن أنا أقدر ألبس ندارة بعد اللير بتاع الـ AR كلها كل الحاجات دي عبارة عن سنسرز بتضيف ليرز تانية ليرز إنها تدتكت فاكرين ساعة لما شفنا لما شفنا الحيطان وهي بتعملها سكان في الفيديو التالت في الميكسيد رياليتي هي السنسرز دي مينلي زي بالزبط كده الـ 3D Laser Scanner بتقدر تدتكت الأبجكتز عن الموبايل الموبايل طبعاً مفهوش الميزة دي وكمان هو في الـ HoloLens بيفهم الـ Gestures أو الحركات بتاعة الإيدين فيبتدي تقدر تعمل الـ Input فهي أشهر واحدة في الميكسيد رياليتي والأجيومنتي رياليتي سعرها في حدود الـ 3000 يورو الماجيك كليب هي للأسف النضارة العدسات بتاعتها لو أنت بتلبس نضارة فأنت محتاج تعدل للعدسات دي علشان تلبس علشان تبقى شايف لأن ما فيش مجال للنضارة هتتلبس عليها كمان هي بيبقى معها ديفايس بتبقى مسكه في إيدك فهو مش بيفهم الـ Gestures أوي بس الديفايس بيبقى أوضح له أكتر أقرب شوية من من الـ VR options يعني إحنا طبعا ما كلمناش عن الـ VR options أنا فضلت أن أتكلم عن الـ AR options لأن هي تكنولوجي أجدد وأظن أنا كمصطفى بفضل الـ AR عن الـ VR الـ VR بيدخلك في environment كاملة فأنت لازم تبقى عامل حاجة اسمها safe zone لأن انت مش شايف اللي حواليك أي حد معادي انت مش شايفه ممكن أنه انت ماشي تخبط في الحيطة حاجات من هذا القبيل وكمان الـ الناس ما بيحبوش ما بيبقوش أوير أو أو فاهمين اللي حواليهم فالـ AR هي يعني هولولانس دي تكنولوجي خمس سنين بس فاتت فالناس بتفضل الـ AR علشان بتقدر تشوف حاجات وانت كمان بتحط layers layers على الـ reality غير الـ VR تمام الـ 2 اللي تحت دول مين لي اسموهم smart glasses smart glasses دول في قدامك حاجة من اتنين يأما متوصل بالموبايل فهو قرأدي حط layer قدام عينيك اللي انت بشوفه على الموبايل بتشوفه هنا أو انه قرأدي هو فيه بروساسور وهو كمبيوتر متحرك لوحده دال الـ smart glasses اللي من ضمنها طبعا Google Glass أو الهند هلز مين اللي هي سواء موبايل فونز أو آيباد أو whatever دي تقريبا سعرها 1200 يورو دي تقريبا سعرها اللي هي الإبسون تقريبا سعرها من 800 ل 900 يورو ودي تقريبا سعرها 3500 يورو طيب أنا لو ما كان اي حد عاوز يبتدي يدخل الـ AR في الشركة بتاعته أو في الحاجة بتاعته أو حتى في ان هو يتعلم أو يبص أو يجرب من وجهة نظري ان هو يبتدي بالموبايل يبقى اوير اكتر بالحاجات اللي في الموبايل يقدر يستعملها بالموبايل وبعد كده يبتدي يفكر اه هجيب او هستثمر في هاردوير كبير إلا طبعا لو شركة كبيرة عاوزة تستثمر أو أتبرا طيب إيه البنافيت لو هو استعمل الموبايل هو قريبا عنده الموبايل فمش محتاج يشتري الهاردوير طبعا هو بيدي له ريال سكيل ايتمز ريال وورد ايتمز الموبايل قريبا متوصلة بالانترنت لأن كل الحاجات دي محتاجة انترنت كونكشن طبعا ممكن يبقى في كذا فيور وطبعا انا ممكن احط بقى points زي ما قلتلكو كده الارك فيزيو اللي هو البروغرام ده ممكن تنزله على الموبايل زي ما انا وردتو كده وقست المأساة وعمل دايرة وسه سعر السوفتوير دا مش غالي يعني تقدر تجيبه وتستعمله هذا التكنولوجي وطبعا كل الناس معها موبايل استقدر تتكلم وتستعمل الحاجات دي لو عايز حاجة اعلى تبتدي تفكر في الهاردوير الاعلى طيب اللي موجودة لو انا استعملت الموبايل اي ار اول حاجة انه هو بروسيسر انتنسف يعني بيستهلك البروسيسر بطريقة فضيعة والبطارية بطريقة فضيعة فانا محتاج موبايل محترم شوية طبعا كل ما ابتديت ازود في حجم الموضل كل ما البروسيسر محتاج امكانات اعلى طيب في مشكلة كمان اظن ان شفتوها مثلا بتاعت حورس انه هو بيتحرك ومش بيدتكت بالزبط الارض او الحاجات لان الموبايل مفهوش السنسور بتاع اللي موجود في الهاردوير الثانية هاردوير الثانية فيها ليزر سنسرز وسنسرز تانية كتير السنسرز دي بتساعد على زبط الموضل في الانفيرونت نفسه طبعا بالاضافة اللايتنج لازم يبقى احسن وكمان الموبايل ما بيستعملش true depth data بيستعمل اللايتنج في ان هو يعرف بالshade والshadow الابجيكت اللي موجودة في الانفيرونت دي عاملة ازاي مش زي الهولولانس مثلا لما بيعمل سكان بيعمل سكان لكل الانفيرونت اللي حواليه بالتعريجات بكل حاجة ان هو بيعمل زي ال 3d scanner بالزبط كده بس دي خلاصة المحاضرة اتمنى ان هتكون ان عجبتكو يعني وان انا حاولت اى توصل معلومة ببساطة شديدة شكرن بي اسئلة شكرا بشمانس مصطفى اه اه اتمنى لو اي حد ام سؤال يعمل ريز هند بحيثا ان يعمل مدخل بباشرة ام سؤال مع امانس مصطفى اي حد عنده اي سؤال يعمل ريز هند بعد اذن حارزه بشمانس اصلا حركت ممكن حركتها في الشير سكين تمام حسنا دكتور احمد ستيفي تفضل السلام عليكم الله يعطيك العافية عليكم السلام عليكم بشمانس مصطفى وان شاء الله هيك عبير ما نفرح ان شاء الله بتخروجك من الدكتوراه يا رب اهلا وسهل بحضرك شكرا جزيلا الله يسلمك يا سيدي طبعا الشكر موصول بنهاية هالمؤتمر للاستاذ محمد والاستاذ عمر مع انه يعني الغائب الحاضر مزبوط انا كان عندي بعض الاسئلة ما ظنش ان هو موجود في الوطن العربي تقدر تنزله بس هو بردك مجاني اه كمان اه هوم ستايلر برنامج مجاني بالكامل كل الحراج شفته ده مجاني مش اكاوند بروفشنل اهلا حاجة هو بس الاركفيزيو اللي هو انا است عليه اللي هو كان لوحده ده ده كان على الموبايل بردك لانا است بيه وحطيت اسهم وحاجات هو اه هي شركة كندية اه 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 اتناشر يوزر بحوالي الف يورو تقريبا في السنة حاجة كده مش متأكد من الرقم بالزبط بس هي بتوفر لك اه بالشرط تبقى انت لك علاقة بالبام 360 بتوفر لك اه اه حاجة تاخد الموديل الابام موديل وتحوله انه هو انه هو تحطه في اي ار انفيرومنت من غير بقى بام 360 او حاجة طبعا عاوز تعمله مبينه بين بام 360 الموضوع مفتوح بس بردك الابليكيشن اللي موجودة على الموبايل فري فحديك تقدر تنزله بردك بس الابليكيشن اللي بيحول الموديل من موديل اه رافد او whatever IFC حتى كمان مش شرط يبقى رافد اه ل اي ار انفيرومنت هو هو اللي بفلوس هو اللي بياخدوه علشان كده علشان بيحول الموديل ده انما كل الحاجات تقدر ت تقدر تنزلها فور فري من حاجات الابليكيشن اه طيب يمكن يكون بالبرنامج الكندا يمكن يكون في نسخة طلابية اه حتى معرفتك لا ما ظنش ما ظنش بس ممكن يعني لو حالتك كلمتهم هما ناس منفتحين بس هما طبعا علشان في كندا فبيصحوا متأخر عننا فالفكرة ان يعني هما ممكن يدوا وقت لان هما عربتين البرنامج بوقت بوقت وعدد يوزرز نعم عشان تفضل تدفع كل سنة كل سنة وعدد يوزرز معين فطبعا في برامج زي كده كتير يمكن انا ده اكتر برنامج انا عملت كونتاكت مع الناس يعني فيه ويقدروا يوفروا لك وقت تجربة بحرك مثلا عاوز توري لبطلبة او تجربوا في حاجة معينة هما بيوفروا وقت التجربة ده مجانة اي باشي تمام بشكع مرة تانية انه وضحت لنا الفرق بين هالتعريفات المختلفة ويعني كانت المحاضرة جدا رائعة وبسيطة يعني هاي هي ان شاء الله الجميلة كان باسلوبك نعم بلايكم شكرا جزي ويتمنى انه هيك نلتقى بحضرتك انا بدار مشتت يعني علوة بعدين ناخد تليفونات معطا اكيد اكيد لما اذا جيت عدار مشتت او هذا وانا XCDM Smith يعني خمس سنين كمان نشو ان شاء الله طيب يا سيدي شكرا كتير العافية فضل دكتور كريم تفضل انا يعني عايز اشكر البشمهندس مصطفى او الدكتور مصطفى بقى على المحاضرة الممتازة دي وانا انا شخصية تعلمت منها حاجات كتير جدا انا بس كنت بسأل على الAMR والAR الفرق بينهم هل ان الAMR في تفاعل ما بين الجزء الفيرتشول والجزء الحقيقي اذا انا فهم صح يعني لان الAR برضو في جزء فيرتشول وجزء حقيقي لكن انا لاحظت في الفيديو ان الAMR كان في تفاعل ما بين الحقيقة والافتراض يعني في تفاعل بينهم الAR كانوا موجودين بس ايه في نفس اللحظة لكن مفيش تفاعل بينهم فهل انا فهم صح؟ مظبوط طيب خليني اوضح نقطتين مهمين هو الAMR عبارة عن AR بس بتضيف عليه input كمان يعني وoutput كمان يعني الAR لو تخيلت كده انا بحط الـ model في الـ environment وأبص عليه وأعمل عليه حاجات طب الـ input اللي انا بعملها بالAR دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا مثلا مسكت الماوس وعملت كده او هي اكتر متطبقة على الموبايل ان الموبايل ما شافش ايه دي لو تاخد بالك في الجيم اللي لعبنا فيه مش عارف ايه والحاجات دي كان صباعي مفهوم في الـ input فالصباعي دي حاجة حقيقية تمام؟ فالليزر اللي بيروح دوت عبارة عن reaction طلع من صباعي فده مكسد رياليتي الـ argument ده مقدرش اعمل كده هو mainly hololence هي فيها الـ option ان هو بيفهم الـ gestures بتاعت الإيدين فبالتالي تقدر تعتبره MR لان فيه layer تاني من الـ input مش بس مجرد حاجة بتحطها وتلفها وخلاص لا ده هو فهم ايديك اللي هي في الحقيقة وعمل حاجات بيها virtual فهو عشان كده اسمه مكست رياليتي هو عبارة عن مكستر ما بين الـ virtual و الـ argument اظن فكرة واضحة ولا لسه ايو مظبوط كده شكرا لحضرتك انا كده فهمت صح يا دكتور اه مظبوط مظبوط واشكرك على المحاضرة الممتازة دي يعني يا رتبة في منها في المستقبل بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله تابع باما رابيا هم على طول بينزلوا حاجات جميلا ان شاء الله افضل شكرا للمدر الكريم شكرا للمدر الكريم اه مش محمدس خالد اتفضل السلام عليكم عليكم السلامة اطلاع بركاته الو الو مستندس مصطفى شكرا على المحاضرة الجميلة عشكا عندي كام سؤال كده اطلاع باستطفر عنه اول سؤال بخصوص الVR انا كنت استخدمت فكرة الVR ديت ما بين الريبت والإنسكيب وكننا بستخدم يعني اللي عرفتوا ان في نظارات ليه هاتسات اوكلوس ريفت و ايتش اي تي تي هل في نوع ثالث او فيه يعني هتدول بس انه علينا لقيتهم في الماركت هما دول احسن اتنين في الماركت الباقي كله تقدر تعتبره سيني بالمعلة يعني مش سيني لان كل حاجة اللي والتي تصنع في السين بس الفكرة ان هو ان هي احسن حاجة و افضل حاجة هي اوكلوس طبعا وبعدها بتيجي الحاجات التانية الVR انت ممكن تستعمل الموبايل بتاعك في ان انت تحطه و مش عارف انت عارف موضوع الكاردبورد حتى امازون عملت امازون كاردبورد كده عبارة عن كارتونة كده بتقدر تحط فيها الموبايل والحاجات دي فدي اسوأ كواليتي لحد اوكلوس طبعا فانت بتقيس الكواليتي على حسب السعر فانت بتعمل يعني عاوز كواليتي عاملة ازاي فبالتالي السعر بينزل بقى هي الVR تكنولوجي اقدم شوية من الـ علشان كده فيها برودكت كتير قوي وطبعا دخلة في الجيمز اكتر من الـ XR يعني من الـ AR فاكيد في برودكت كتير قوي ممكن انا حتى كمان مسمعش عنهم كلهم يعني فهي فكرة بروسسورز فكرة الحاجات دي الرامز بتاعتها فيها عاملة ازاي هلها بتوصل بكمبيوتر ولا لأ ولا هي منها فيها ولا whatever ايه في حاجة كمان مهمة انا ممكن مكنش وضحتها قوي في الـ XR او الـ AR هاتسات هي الـ Field of View انت شايف بزاوية كم درجة كم درجة يعني هولولانس اوسع حاجة موجودة هي 52 درجة وبتنزل تنزل لحد في حاجات عشرين ويمكن اقل شوية عشرين درجة بيو بس فانت لازم تلف عينيك او وشك يمين او شمال عشان تبريد تشوف الصورة كاملة يعني فنصيحة يعني انت هي ماني على اساس versus الـ quality كل ما تنزل بسعر اقل كل ما الـ quality بتاعتها هتبقى اقل حتى لو لقيت الـ processor مش عارف عامل ازاي فممكن يكون ما يستحملش حاجات كتير بالذات احنا بنتعامل مع مادلز والمادلز دي غالبا هتبقى تقيل قوي لما كنت جربت كان في برنامج اسمه prospect لو تسمع عنه بتاع VR البرنامج ده ما كانش بيقبل المادلز الكبيرة يعني كان اخره اتنين مليون ونص تقريبا لتلاتة مليون polygen فبالتالي محتاج تقلل الـ polygons فبتقلل الـ quality بتاعت المادل بتاعك فما بتشوفهاش smooth فانت محتاج ايه انت محتاج حاجة تقدر تشيل معاك المادل وتستحمل وتدص وتروح وتيجي وتعمل ولا محتاج تبص بس فتقلل الـ quality هي زي الميزان كده وانا اللي كنت تفاهم من قصة Oculus و HTC ان هما دول بس النوعين اللي قدر اكترول بيهم ان انا هتحرك سواء بالدرعات بتاعتهم او بالدرعات زي PlayStation هقدر اتحرك جوا الموديل وبص يمين وشمال الباقي الانواع كلها بحط موبايل والكانت اقل يعني هوا مش مش شرطي لا فيه موديلز دانية زي زي Oculus و HTC بس كواليتي اقل خلينا يعني من دون بعض ذكر اسمائها حاجات هي كواليتي اقل وامكانيات في الـ processing اقل طبع عشان كده السعر اقل غير كده فيه حاجات لا فيه حاجات فيها برضك هاند هالس كده بتقدر تمسك حاجات في ايدك وتقدر تروح وتيجي يعني انا كنت اقلت نوع في سوني بس ممكن اشعارت بصراحة هل هو اي ما شفتش حد لسه ادع ليه رأي يعني وكان جديد كده ارفوه بص هو الـ AR والـ VR هو دلوقتي المستقبل وبالذات كمان الوقت اللي احنا فيه بتاع الكورونا ده خلي الناس عاوزة تقعد في البيت وتروح تشوف في الصحيط عامل ازاي او تعمل كذا او تأسب كذا فهو ده المستقبل فكل الشركات الكبيرة بتحاول تستثمر في ده وزي انا قلتلك هو الـ AR كمان اللي جاي بعد الـ VR لان زي ما ظبرت في محاضرة فهو الناس بقى مش عاوزة فاهم مش عاوزة تفضل جو الحاجة لانا عاوزة اشوف كل حاجة وقارن الـ DAP ده واشوف المقاسات كل الـ options لو انا بعمل ديزاين جديد مثلا المودل يعني اوضة خلص مش موجودة هل الـ AR هيفتني بحاجة كده ولا الـ VR يعني انا فاهم ان الـ AR لازم يكون فيه اوضة مثلا وانا ببدأ احط لها المودل التانية معاها بس الـ VR هم مودل كله من اول جديد ففي كيسلة وانا هعمل ديزاين جديد لغرفة فانا لازم استخدم الـ VR ولا لا خلينا اوضح نقطة بقى مهمة انت ممكن تعمل الحاجة دي في الاتنين انا قلت على برنامج اسمه Unity تمام تمام Unity تقدر تاخده المودل اللي انت قردي هعمله في 3D Max مثلا انا افطريت ان هون انت عامله في 3D Max وحاطت بقى فارش وبتاعه وعمل كل الحاجات اللي فيه كل الحاجات دي تقدر تحط options في Unity ان انت ان المودل ده الحيطة دي لما اليوزر يدوس عليها virtual انا بكلم على virtual reality ما كلمتش على augmented لما اليوزر يدوس عليها يقدر يدي له كذا options سواء بقى الوان سواء material سواء whatever مثلا الشاشة دي شغل عليها البرنامج الفلاني الفيديو الارضية دي عندك options بقى سواء parkey وسيراميك ومعرفش ايه فانت كأنني بلعب games بالظبط كأنك بتلعب games بالظبط بس محتاج برمجة جوة Unity Unity دي مين للفكرة بتاعت Unity بقى سواء بقى VR او AR بتقدر تبقى انت حر اكتر لو تاخد بالك الـ AR programs مقفلة شوية علشان بردك هتحتاج بروغرامنج لأ فكرة بروغرامنج ان انت تبقى تغير في options وحاجات كده الـ AR visual اللي انا قلت عليه دوت هم بيعملوا اللي Unity بتعمله ان هو بيحول الـ model من كذا الـ AR environment بالطرق معينة يعني هم عاملين application كده اخدها يعني هم اخدهاش من Unity قصد يعني كفكرة بروغرامنج اخدها وقال اوكي انا هطبق اي BAM model هحوله الـ AR environment وبيبيع الـ software بتاعه على هذا الاساس mainly as a big idea يعني فكل الحاجات كل الـ options اللي تتخيلها موجودة في Unity اللي تقدر بقى وفيه كمان Unity في Visual Programming فتقدر كمان عارف زي تقول له مثلا لما مسك الـ object ده يبقى فيه behaviors معينة ففيه already behaviors جاهزة مش محتاج ان انت تكتبها او تبرمجها من اول وديب فدي كمان ميزة كويسة في Unity يعني فانت لو ليك بقى في الحاجات دي هو اتجاه Unity اكتر Unity و Unreal دا يا وقت دوست ان شاء الله ان شاء الله رب نوفقك يا رب طيب معلش سؤال برضو ثالث كان بخصوصا أنا دلاتي عملت مثلا عملت لما وجدت اشتراع الـ escape من الـ rivet بيبدأ يطلع علي الشاشة اللي انا اقدر من انها تحرك جوه المودل بتاعي تمام لما انا حابب ابعد الكلام ده الـ client تاني او ابعد الكلام ده الحد تاني زميل يشوفه هل كده ما فيش طريقة او extension اقدر اعمله غير cloud system مثلا اقدر اعمله غير cloud system احطه على cloud او soft يعني ايه الطريقة اللي اقدر هو VR و Inkscape بالضبط ولا ساعتها لازم اشتغل unity مثلا اوه يعني اوه ما انت محتاج تتوفر ما بخلي بالك الـ 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 hardware بتختلف من من حاجة لحاجة فيه hardware بتقبل تفتح الفائلز دي فيه hardware لا فلو الـ client بتاعك عاوز يشوف حاجة غالبا الناس بتعمل ايه؟ بتعمل VR lounge او VR room عندهم في الشركة والـ clients يجوا يبتدوا يشوفوا الحاجات دي دي اكتر واسرع حاجة طب دلوقتي احنا الـ client بتاعي في حتة او انا في حتة هبتدي اوفر له واقول له لا انت محتاج requirements 1 2 3 4 لشان تبتدي تشوف الفائل ده او تشوف الحاجة دي فينزل الـ rivet وينزل الـ inscape لا 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 مش هينزل rivet هينزل الـ inscape يعني انهي فين الـ final product بتاعك الاتنين من جوا بعض يعني من جوا الـ inscape من جوا الـ rivet دلوقتي بقى فيه زي add-ins ودوك بس على click على زرار واحد من الـ inscape جوا بتفتح لي screen تانية كده للـ PR فالموضوع اصبح مش يعني اه مش منفصل مش منفصل على حد علمي اكيد فيه option اه option cloud ده اسلم واسطح حل بس option cloud برضك هي محتاج تشوف هو الـ hardware بتاعه هتقدر تـ apply على الـ cloud دي ولا لا هي فكرة أم الـ hardware و software ده بيركبه على بعض ولا لا هي رستخطة عدة على mais السوفتوير دوت مش متماشي مع الضارة لازم اعمل اقنور وانا انا مسؤول عن صحة انا يعني هي دي هقولك ايه مثلا يعني بحب دائما اضرب بالار لان هي الجديدة او اللي هتشوفها يعني هولولينز بتاعت مايكروسوفت عليها ويندوز ده كمبيوتر متحرك تمام عليها ويندوز فور هولولينز وصوفتويرز للويندوز ده تمام ماينفعش اجيب صوفتوير من جوجل اروحطه في هولولينز فهي فكرة الهاردوير ده اراكب عليه ايه وبيقدر يفتح ايه تمام اوكي تمام طيب اخر حاجة ببعنشة بقى الـ GIS والليه R كشغل الـ Infrastructure هل الوضو فيه لأيه اوه اه بص انا مليش قوي في ال GIS بس في مشاريع عندنا Infrastructure طب بتسأل infrastructure حاجات مثلا طرق او حاجات انفاء او حاجات كده احنا اصلا النافق بما انه هو بالكيلومترات فانبتدي نقسم الفايل الرافد اصلا في موضوع ان انا اعمل infrastructure كبير واشوف الAR بتاعه ما اظنش ان هو reasonable قوي في المرحلة دي هو ممكن يتعامل بس مش reasonable لان الفايل هيبقى كبير فهتبتدي تقلل من LOD بعد شوف ايه تفهم؟ واتابع البعض اللي بشوف الصور اللي مشهورة على الويب عمات تاني يعني بيوجايبين كده مثلا المنهولز والمواثين اللي متركابة مما بينهم وعلى قطع ايه الطريقة وساعد بياخدوا زي سيكشن الطريقة بيوضخ فين اماكن البيبس معدية فين تحت الطريقة وانا ايه كلام جميل ده level of detail 200 مسا ممكن وغالبا بال civil كمان ايه مش بيخش من جول ريبت او بيخش اه civil احسن في ال infrastructure اه اه معرفش ان تعرف في حاجة بردك زريفة جدا اسمه انفراوركس لو تعرف انفراوركس انفراوركس عظيم وبيشتغل على بيم 360 فتبتدي تبقى مشروع تبتدي تستعمله على الAR او الVR فانفراوركس حلو قوي للطرق الكباري والحاجات ديان وفي سيميليشن للسرعات السائرات والعربيات والضغط اللي مش عارف ايه وبتاع infra structure ومثت انه هو طبعا compatible مع الحاجات بتاعت 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 Autodesk فهو Autodesk فديميزة فيه تمام فتاني الفكرة في ال level of details زي انفراوركس مش هديك level of details 500 او 400 انت عاوز تشوف ايه خلال النضارة او خلال ال VR او AR كوجل يعني مستدقى ايه مستدقى ايه هايك بتتكلم اكتر على information اكتر من الشكل يا عامل انا مهتم شوية بالشكل هايك لابتوضح ال information نفسها اللي يقدر الواحد يشوفها ويجوه المودلة دي الاهم نظبط نظبط تماما شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحدتك شكرا بطر 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 موانس مصطفى في كم سؤال كده على ال chat تمام هتزوم في موانس ياسر بيقول حضرتك قلت ان في بروسس بتتعمل عشان نقدر نشوف المودل ونتعمل معاه في بيئة الر هل ممكن تكلمنا عنها؟ اوكي ها في كذا طريقة او خلينا نقول كذا برنامج في برنامج اسمه يونيتي اللي انا لسه كنت بتكلم باش مواندس عليه برنامج يونيتي ده بتقدر تحط فيه IFC فايل بتحط فيه RVT فايل بتقدر تحط فيه whatever's ready model فايل و في الحالة اللي فيه options معينة جوه يونيتي علشان يحضرلك المودل ده ان هو ينفع يتشاف على ال AR environment AR environment بعد كده انت بتبتدي تحط حاجات commands زي ما انتوا شفتوا مثلا المودل اللي حصله explode كده فده option اتعامل في يونيتي ان انا لما دوس هنا يحصله explode لما دوس هنا يرجع تاني فدي options في يونيتي لان يونيتي مفتوح اوي في موضوع الAR بعد كده فيه بينامج تاني اللي قلت اللي هو بسيط جدا اللي هو AR Visio اللي هي الشركة الكندية هو بياخد بردك extensions IFC RVT وبعد الكاد extensions extensions وبيحولوا ب 2 أو 3 clicks لAR model وبيعمل ايه هنا؟ هو البرنامج ده بيقلل بيoptimize بمعنى صح number of polygons عدد ال polygons اللي موجودة في الموضل بيقللها فتقدر الهاردوير تقدر تشوفه ان هي دي الجاب اللي موجودة دلوقتي ما بين الصوفتوير والهاردوير ان الهاردوير مش قادر يستحمل العدد معين من ال polygons لو وشخص تشقلب على دماغه مش هيقدر يفتح لان هو الميموري بتاعته المتاحة كده فشوية بشوية الهاردوير بيزيد 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 زي بالزبط ما حصل في الكاميرا بتاعت الموبايل مثلا كان بنشوف كاميرا Vega دلوقتي بقت بالعشرينات ميجا بيكسل وحاجات كده فهي الفكرة ان الصوفتوير نفسه هو التاني الهاردوير ده بيقلل عدد ال polygons اللي موجودة في الموضل علشان تقدر تفتحها بالAR ديفايس سواء موبايل سواء هولولانس سواء بس اخطري بيقليك الفكرة مش بس ان انا اشوف الموضل الفكرة كمان ان انا إنترعكت مع الموضل ألف حولين الموضل أكتب Nutetas على الموضل أقول لا دي حاجة مش صح هنا اعمل كذا يبقى فييه حد تاني داخل معايا ويشوف الموضل ده ويبص ويقول لأنه طب وريني الحتة دي عاملة ازاي تبقى شوف الناحية دي عاملة ازاي وهكذا فهي اكتر collaborative communication عن ان انا ابقى قاعد لوحدي يا سلام انا شايف المودل اه طبعا ممكن اعمل كده وبحيس ان الشخص اللي بعدها ييجي يشوف بس الفكرة ان هي تبقى اكتر collaborative الناس كلها تبقى عادين ويتخذوا قرار ويحلوا المشاكل في قاعدة او قاعدتين كأنهم راحوا للسايت والحاجة ارادى مبنية تمام؟ اظن تمام دكتور شيماء عشور تمام بتقول اعرف ان يمكن اعمل سكشن في المودل المستخدم داخل الحيث بالليزر سكانر هل يمكن دمج الفكرة تين؟ على حسب انا فهمت السؤال هي عاوزة تعمل كروس سكشن جوه البوينت كلاود صح؟ ولا لا فهم ولد دكتور شيماء معنا فهم ممكن السلام عليكم عليكم السلام وحط الله بركاته دكتور شيماء هلو؟ ايوة ايباش مهندس مع حضرتك؟ اه لا سهلا تفضلي هايك سامعني كويس؟ اه سامع حضرك تفضلي اه تمام هو الفكرة ان شفت في الليزر سكانر نفسه هو بيعمل سكشن للمودل لما بنشتغل عليه بعد ما هو بيصور مثلا قاع او مكان فبسأل برضو هل ممكن لو احنا ضيفنا عنصر في النموذج اللي بنشتغل ماما الوصوت قطع ماما 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 هلو دكتور الانترنت عندها سيء؟ اه طيب ممكن حول استوعب السؤال هو الدكتور شيماء بتسأل لو أنا عندي Point Cloud اللي هو طالع من Laser Scanner وعندي Model وحاطت الاثنين على بعض هلأ قدر أعمل Section وسط الاثنين؟ آه ولا لا دي حاجة ممكن أعملها في Revit أصلاً ممكن أحط Point Cloud جوه Revit وعملها طب لو AR آه طبعاً Option Section مع كذا حاجة مع بعض دي ممكن أعملها طبعاً بمطقة البساطة آآ بل بالعكس كمان أنا ممكن Export Model هو عبارة عن 3D Section فابتدي Visualize 3D Section لوحده مع بعض Point Cloud بتاعته اللي هو الجزء ده بس وهكذا آآ أرجو أكون إن أنا فهمت سؤال صح آآ أتمنى إن شاء الله بس الإنترنت سيء فالسؤال اللي بعده المهندس حمد رمضان هي أبرز مثل على الوقع الممتد هل تم برمجة كل مكون فعلاً في اللعبة لأنها لا تحصى تقريباً أم هناك طريقة أسهل البرمجة واتفاعل بين المستخدم والموديل ومع البرامج المستخدمة لأن التقنيات داخل اللعبة ليست موجودة جميعها في برنامج واحد آآ ما هو بصراحة أنا مش عارف هو بيكلم على جيم إيه ها أحركوا ما أسمعه Half-Life 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 I like that game Hack-5 Half-Life 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 ها أنا فسرحة ما أسمعتش عنه بس على حد علمي إن إن Unity بيعمل games برض توقفوا ى Liunity بيستعمل الإنريل دولها.. Game's Engine و و.. AR و VR .... 800 كل حاجة تقدر تبرمجها تمسك الاوبيجيكotti تقدر تمسك الـ object دي وتقدر تحرك الـ object دي أو تعمل commands على الـ object دي فتقدر تدي الـ user إمكانية إنه هو لما يدوس كذا يعمل كذا هي مفتوحة برمجة فخيالك ياخدك بقى الفين والـ processor بتاعك يوديك لفين هما دولة الـ options اللي عندك على حسب ما أنا فاهم الـ concept بس أنا بصراحة ما أعرفش اللعبة دي أصلاً ما أجربتهاش فما أقدرش أجزم هي شغالة إزاي دكتور إبراهيم بيقول هل ممكن رابط للبرامج اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ البرامج اللي هي applications applications on mobile؟ mobile ولا كله أنا وريت أصلاً application على الموبايل يعني اللعبة اللي موجودة ديت اللي فيها لايزر وبتاعه وحاجات دي دي لازم يبقى عندك hololens عشان تقدر تنزلها وتستعملها الحاجات التانية اللي هي بصيرش صغير يعني ممكن تيجي من على جوجل جوجل بلاي بس ممكن أبعت الـ links مفيش مشكلة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً بش اسئلة تاني هو أظن ما فيش اسئلة عن معروف دكتور احمد عمر ريزهند هل في مدخلة دكتور احمد؟ شوكراً جزيلاً من شونس مصابر دعافي سيدي ان شاء الله انا سعيد بكم جداً ودايما الامام تعمر حاجة مشرفة في الوطن العربي يعني ربينا اكرمكم جميعاً شكراً 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 جزيلاً وحلاً بك دعافي الفضل سلام دي واحدة نحن نزل ال Ainckel الحضور عشان الناس تسجل الحضورة. ايه باش مواندس محمد اشرف انا حب اشكرك انت بصفة بقى يعني اه انت عبت معينا جدا الاسبوع دوت. لا تحتاج. ان شاء الله كده بيم ارامي الامام لسه لليسه اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله هو الجروب كامل بصراحة مش انا لوحدي. انا ما عملتش حاجة غير انها كنت تبقى انشور بس على الفيسبوك والواتساب. لكن كل الجروب هو اللي كان بيعمل كل حاجة. ان شاء الله. ربني خديك. شكرا جزيلا يا دكتور. وشكرا للحضور جميعا. على يعني حضوركم وانتظامكم معنا. وان شاء الله احنا مكملين من بكرة يوميا محاضرات على الجوجل كليندر كل حاجة موجودة. واستمتعنا مع حضراتكم ومع المحاضرين الاعزاء يعني بالمؤتمر ده ان شاء الله وان شاء الله القادم افضل. واستفدنا من من قراء حضراتكم اللي حضراتكم بتكتبوها فعلا في الفورو. وان شاء الله هناخدها في الاعتبار. شكرا آآ بشموينز احمد هو ساشا من سابن لسا ما هننزلش الشهادة بتاعته فعلا. ان شاء الله ساشا سابن و ايت. مبارح والنهار ده هنزله بإذن الله في خلال. يعني الساعة القادمة ان شاء الله. بإذن الله. مش هنتأخر عليكم ايه. آآ انحايا بأوضح بس الديتا بتترفع عالآ آآ جوجل درايف كلها ان شاء الله. واي داتا بتيجي بن بنعملها ابلود بنتظوم لي. فاتمنى الدرايف آآ حضراتكم تكونوا بتطلعتوا عليه يعني سواء في المشاهدات او في الديتا. بتترفعها على قول بإذن الله. شكرا لحمدكم. وفي انتظاركم بكرة ان شاء الله. في آآ آآ يعني آآ محضرة كده مختلفة شوية. عن طريقة عمل الفيديوهات والآآ والمونتاج والسكريبت. يعني هي خارج السندوق شوية بس هتفيد الناس كلها بإذن الله. اشتركوا في القناة 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 وعداد الفيديوهات الاحترافية والسكريبت والتصوير والتعليق الصوتي والمنتاج وان شاء الله المحضرها هتفيد الماسي يعني وهتكون فاصل بعد معتمر البيان ان شاء الله وحتستفادوا فيها بإذن الله كتير يعني اتمنى بس الناس تخلي معها الجوجل كلندر ده هيوفر على الناس كتير بصراحة يعني كل المحضرات بيتعامل لها يوميا ابلود عليه وبنحاول نخلي كل التواريخ عليه تمام بحيث ان اي اي مواعيد تبقى ثابتة ومحضرتك في الكريندر ده تمام فده هيوفر عليكم يعني متابعة للبوستات او يعني او وقت يعني فاتمنى ان حضركم تحتفظوا بي يعني ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 شؤال له مباشرة. أتمنى حضراتكم تكون سجلتوا فيه. شكرا للمشاهدة. 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 شكرا للمشاهدة.